أختي سمر من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول ما حق الزوجة على زوجها وما حق الزوج على زوجته وهل تفضل أهلها يعني على زوجها أم ماذا يا أختي سمر بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله لك زوجك وذريتك أولا بالنسبة لما بين الزوجين من الحقوق بينه الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فالله جل وعلا يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يقول جل وعلا وعاشرهن بالمعروف قل جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو يودع الدنيا كان يقول استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وكان عليه الصلاة والسلام يقول حقهن عليكم أن تطعموهن وأن تسكنوهن وغير ذلك من الأشياء التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم وأيضا حق الزوج على زوجته عظيم فمن حق الزوج على زوجته أن تقوم على خدمته وخدمة أولاده الأمر الثاني أن لا تدخل أحدا بيته مما يكره سواء كان من الأقارب أو الأباعد الأمر الآخر أن تحفظ فراشه وأن تحفظ ماله وأن تحفظ أولاده في غيبته وفي حضوره ومن جملة ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تدمر حياتها وأسرتها أو بيتها بسبب أشياء ثانوية أو أشياء تتعلق بالأهل لأنه وللأسف الشديد كثير من الأهل بقصد أو بغير قصد يدمرون حياة بناتهم فتجد للأسف بعض الأمهات وهذا غريب والله وإن كان قليل لكن نذكره تجد مثلا أنها تلزم على بنتها أن تحضر وكذا وزوجها كاره أو زوجها يحتاجها الزوجك أبدأ من الذهاب إلى حفلة أو إلى مناسبة أو إلى زيارة أو شيء أنت منذ أن خرجت من بيت أهلك إلى بيت زوجك المسؤول عنك أمام الله عز وجل زوجك وليس أبوك المسؤول عنك أمام الله عز وجل زوجك وليس أمك ولذلك أنت الآن تنتسبين إلى هذا الزوج يعني كناحية مثلا ما يتعلق بالحقوق يعني هذا زوجك أنت هو مسؤول عنك يوم القيامة ومسؤول عنك أيضا أمام الناس ولذلك الآن لو لا قدر الله حصل شيء يقول هذا الزوج تفلان ما يقول من بنت فلان خلاص طلعت أنت عن أبيك ولذلك حق الزوج عظيم ولا يجوز للآباء والأمهات أن يدمروا حياة بناتهم لأن الأسف يوجد مشاكل كثيرة سببها تدخل الأهل في خصوصيات الأسرة أو فرضها مثلا وصايا معينة تجد بعض الأمهات تفرض وصايا معينة على الزوج أو على ابنتها أن يسوي لها كذا ويفعلها كذا وقد يكون بعض الأزواج ما عندها يعني قدرة أو طاقة محدودة في قضايا المالية أو غير ذلك فاتركوا بناتكم يعني يمارسون حياتهم مع أزواجهم حسب ما يتفقون عليه وحسب ما يعني هي ترى المصلحة في ذلك وهو يرى المصلحة في هذا في أخوة الفاضلة لا يجوز لك أن تقولي والله أنا الآن زوجك يقولك لا ما تروحين وأهلك يقول لازم تجين لا زوجك أبدأ بارك الله فيك ويجب أن توصل لرسالة إلى أهلك بأنه لا يجوز مثل هذا الكلام إذا كانت الوالدة مريضة على الفراش إذا كان الوالد على الفراش زوجك هو الذي يأخذك هو الذي يوديك هذا الزوج الآدمي فيه فيه أزواج للأسف انتزعت الآدمية منهم والإنسانية منهم وهم قلة شرذمة قليلون فئة يعني نشاز لكن الأزواج في الغالب إذا شاف مثلا أبو زوجته أو أم زوجته في حالة مرضية أو في شيء يعني هو الذي يبادر هو الذي يذهب بك أما قضية والله لأجل والله حفلة لأجل مناسبة لأجل كذا ما يجوز لك حتى يرضى زوجك وفي الغالب أن الأزواج يعني يرتاحون ويسمحون وما عندهم أي مشكلة أن زوجته تروح لبيت أهلها في مناسبة معين لكن إذا اعترض الزوج الحق للزوج وليس للأهل ترجمة نانسي قنقر